مجزو الأخبار من قناة من القاهرة أهلا بكم أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زاكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب البحري الجوي مدوزا 8 المشترك بين مصر واليونان وقبرص جاء ذلك خلال حضوره ونظيره اليوناني والقبرصي للمرحلة الرئيسية للتدريب حيث أكد وزير الدفاع على عمق العلاقات العسكرية التي تربط بين البلدان الثلاثة ومن جانبهما أشاد وزيراء دفاع يونان وقبرص بالأداء القتالي المتميز للقوات المنفذة للتدريب وجه رئيس وزراء مصطفى مدبولي بوضع الاكتشافات الأثرية الجديدة في المتاحف الجديدة التي تنشئها الدولة جاء ذلك خلال افتتاحه أكبر مقبرة صف في البر الغربي بمحافظة الأقصر وشرك في الافتتاح وزراء الأثار والسياحة والتنمية المحلية والصحة والسكان ومحافظ الأقصر وأمين عام المجلس الأعلى للأثار وشدد مدبولي على عزم الحكومة بناء دولة حديثة يكون فيها المواطن المصري هو محورها الأساس موجها بتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لبيوت الثقافة لتقديم الخدمات الثقافية لأبناء الأقصر والصعيد بأكمله وخلال جولته التفقدية بالمدينة زر مدبولي وادي الملوك ومقبرة توت عنخ أمون وبيت ثقافة الأقالطة بمدينة القرن بالبر الغربي وجه وزير الخارجية سامح شكري باستكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر البعثات المصرية في الخارج وفي هذا الإطار حرصت وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج خلال أيام التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من أبريل الجاري ومن جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك شائعة منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة أجازة ثلاثة أيام في الاستفتاء على الدستور أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي عن تخصيص غرفة عمليات بالمجلس لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية والعمل على تزليل العقوبات التي تعترض السيدات خلال إدلائهن بأصواتهن وتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بعمليات التصويت ورصد مشاركة المرأة أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء مدهمة أجهزة الأمن لبؤرة إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات بمنطقة السحر والجمال حيث بادرت عناصر البؤرة بإطلاق الأعيارات النارية على قوات الشرطة وأصفرت المواجهات عن احتراق السيارة التي تستقلها العناصر وبتفتيشها عثر بداخلها على بندقية آلية وستة مخازن وكمية من مخدر الهروين شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار ووزير البترول طارق الملة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وفي مجال إنتاج عددات الغاز مسبوقة الدفع والذكية وأضح الملة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات المحلية والاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عددات الغاز نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرات جماهيرية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في عديد من المحافظات منها الدقهلية والشرقية ودومياط والسويس والفيوم وبنسويف والمينيا والوادي الجديد فضلا عن تنظيم فعاليات مبادرة المرأة المعيلة ببعض قرى محافظة البحيرة أكد آمر منطقة سبه العسكرية أن مطار تمنهانت تحت سيطرة الجيش الليبي وكانت مصادر الليبية صرحت أن الجيش الوطنية بقيادة المشير خليفة حفتر تعرض لهجوم من جماعة مسلحة على قاعدة تمنهانت في جنوب البلاد معضحا أن القتال يتواصل في القاعدة الجوية قرب سبه دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعرض العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا وفنزويل لا معتبرة أنها غير قانونية وذلك ردا على إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن فرض بلاده عقوبات على خمسة أشخاص وكيانات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الكوبية وكذلك ردا على عقوبات واشنطن الجديدة على البنك المركزي الفنزويل نهاية الموجز للقامة اشتركوا في القناة